موسيقى بامتدى التواصل اكيد في صباح الشروق والتقرير السابق كان عن سريرة مكي الصوفي هذه السيدة المناظرة والقوية والتي جسدت حب الوطن في تصميم علم السودان بألوانه الأزرق والأصفر والأخضر وصار أيضا هذا علم حتى الآن محبوب لدى الشعب السوداني كما شاهدنا في هذا التقرير ولأن السيدات هنا دائما قويات ومناضلات وهنا فئة مميزة وفئة مهمة جدا في العالم أجمع وليس في السودان فقط الرعاية الصحية والاهتمام بهن من أولى المطالب هنتطرق في هذه المساحة عن موضوع يخص كل السيدات خدمات رعاية مع بعض الجهاد للسيدات داخل الاستوديو معنا دكتور عمرو محمد جلال المدير الطبي لمركز المتكامل بالتعويضات أهلا مرحبا بك دكتور عمرو محمد جلال صباح الخير عليك يا أهلا وسهلا يا ألف مرحب بكم وشكرا جزيلا قناة الشروق على إتاحة هذه الفرصة وإن شاء الله نحاول نقدم معلومات شوية مبسطة عن الموضوع إن شاء الله وإن شاء الله نستفيد من هذه المعلومات بإذن الله خاصة من الموضوع مهم جدا خدمات الرعاية مع بعض الجهاد للسيدات نتكلم عن الجهاد يعني حاجة ما سهلا صعبة جدا غد تؤدي له عواقب مختلفة يكون فيه وضاعفات مختلفة عن الترقل هذا الموضوع لكن أول نتكلم شوية عن المركز مركز المركز الطبي متكامل بالتعويضات هو واحد من نوافع استقديم الخدمات تابعة لجمعية تنظيم الأسرة فرع ولاية الخرطوم بمنطقة التعويضات شرق النيل هو مركز متكامل يضم جزء كبير جدا جدا من الخدمات المنطقة الموجود فيها المركز هي منطقة يعني تفتقر للخدمات الطبية ما موجودة فيها بحاجة المطلوبة يعني فبيقدم الخدمات لشرائح كثيرة جدا جدا في المجتمع وهذه للمنطقة موجود فيه تنوع كبير جدا جدا الخدمات الموجودة فيه في عندنا الخدمات بتاعة الطبيبة العمومي اللي هي بتنوع على جميع الحالات العادية المرضية اللي ممكن تكون تجيب في حتى موجودة عندنا برضو الخدمات بتاعة شاري النساء والتوليد خدمات الموجات الصوتية حتى التطعيم متابعة الحوامل موجودة للزائرة الصحية المدربة كل هذه الخدمات موجودة في المركز بالإضافة لخدمات تنظيم الأسرة اللي هي الوسائل المستخدمة في تنظيم الأسرة فتي ممكن غالبية الخدمات المتوفرة في المركز يعني هذر نقول هي خدمات كبيرة ومهمة بفتغلها أو بفتغلها للمنطقة يعني والمركز حقق هذه المطالب بأنه يقدم هذه الخدمات الصحية المهمة طيب الحالات اللي بتعمل معها المركز طيب بتعمل مع الحالات الباردة الحالات اللي بتجي في بعض المرات بتكون في حالات حرجة بتحتاج لتدخل معين بعد ذلك بتحصل الإحالة للمستشفيات الكبيرة عندنا برضو الحالات اللي يمكن هي بتجي لكن هي ما بكميات كبيرة اللي هي أنا ممكن أبوما أتكلم عنها اللي هي واحدة من المشاكل الموجودة ممكن ما في المنطقة بس في المنطقة وفي المناطق المجاورة المشكلة بتاعة الإجهاد الغير المكتمل اللي هو دائما واحد من المشاكل اللي هي بتجي ويمكن واحد من الأسباب الكثيرة جدا جدا في وفيات الأمهات الحاجة اللي احنا بنحاول على قدر الإمكان انه نقلل منها والحمد لله ماشين يعني بطريقة الحمد لله جميلة جدا جدا ويعني في تجاوب من المنطقة نعم نتكلم عن حالة إجهاد غير مكتملة وردح للناس بسورة حالات بتاعة الإجهاد غير مكتملة انه هي السيدة بتفجد الحمل بتاعها في خلال الـ 12 أسبوع الأولى من الفترة بتاعة الحمل مصحب طبعا بكمية من الأعراض كل الحاجات دي هي بتي ما الكشف عنها في المركز الأسباب الممكن تخلي انه يحصل الإجهاد متعددة يمكن الإجهاد يمكن لعدم معرفته سيدة زاته في البداية بالحمل بتاعة أهمية المتابعة بتاعتها يعني في جزء كبير من الناس ما عارفين إنه المتابعة دي مهمة لأي درجة فبيحصل الإجهاد فبيكون مصحوب طبعا بأعراض دايما من الإعراض الأولية التي تصع لنا إنه بيكون موجود نزيف وهو ده مشكلة كبيرة جدا جدا حالة بتاعة الناس في بعض فبعدها بيكون برضو في أعراض مصاحبة اللي هي دايما بيكون الألم في أسفل منطقة البطن وفي الألم في الظهر فدي واحدة من المشاكل اللي هي بتمر علينا إنه إحنا في المركز بريد عمل معها إمكان على فترات فبيتم تقديم الخدمة داخل المركز لكن في بعض الحالات تدعي الإحالة ده أصلا هو ده الموضوع إحنا كنا نتدق له بما إنه أصلا فيه أعراض وأضحاء على كل سيدة إنه هي تكون ملمة بتفاصيل هذه العراض عارفة العراض العراض دي شنو يعني ممكن تكون هي بداية للإجهاد وعليها طوال مباشرة مراجعة الطبيب أو أقرب مركز بتاعة تقديم خدمة هي ممكن تصلوا إذا ما فيه أي مراكز أقرب مستشفى هي ممكن تقدر تصلوا لأنه العراض إذا يعني إذا تفاقرت أكتر نحن نخاف أكتر حاجة من النصف إذا كان النزيف حاجة كثيرة جدا فهذا مشكلة وواحد قلت أكتب من أكبر المسببات في وفيات الأمهات خلال الفترة بتاعت الحال نعم نتكلم عن نوعية الحالات اللي بيع من المركز على تحويلها للمستشفى طيب الحالات مثلا عندنا الحالات زي ما قلت أكتب الحالات اللي هي بدينا حالات الإجهاد اللي هي دايما بتكون تصل المركز شوية متأخرة النصف بيكون أخد كم يوم يعني بتجيك بحالة شوية غير مستقرة المركز ما يقدر يدعمل معها أو في الحالات اللي هي بتجيك في عمر أكتر من ال 12 أسبوع اللي هي 3 أشهر الأولى من الحملة لأنه في بعض الأحيان بتحتاج لتدخل جراحي فهذه لازم إنها هي تتحول على مستشفيات كبيرة حتى يتم تقديم الخدمات بطريقة أفضل أما في الحالات غير الحرجة جدا اللي هي ممكن تعمل معها في المركز لأن الاستخدام بتاع الشفط اليدوي اللي هي دايماً بيكون حصل للإجهاض فبعد كده نحن بنحاول إدعمل مع المخلفة أو ما تبقى داخل الرحم فلازم إنه هو يتم التخلص منه أنه المشاكل اللي هي وممكن أعملها مشاكل كبيرة جداً جداً فلازم لازم يتم التخلص منه خلال فترة وجهزة تقدم الخدمة داخل المركز ومن بعد ذلك بيكون في متابعة بتكون معاها وموجودة في الموجات الصوتية بتتابع بيها بتشوف الحاصل شنو بتأكد من خلوة الرحم من أي بقايا موجودة داخل الرحم من بعد ذلك بيكون المتابعة مع اختصاص النساء والتوليد الموجود أصلاً هو في المركز جميل طيب المركز ذكرنا إنه خدماته الصحية واضحة تماماً لكن أغلب المركز الصحية دائماً تعمل على مفهوم التوعية إذا كان في توعية لنساء الحوامل أكيد في توعية لما يعني يسبب للنساء يعني ألام مختلفة أخرى وأمراض مختلفة مثل الأمراض المنتشرة سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وهذه الأمراض معروفة عنه إنه الكشف إذا كان موكر بيعتبر حياة بالنسبة للأم أو بالنسبة للمرأة يعني طيب ماذا يعمل أو ماذا يقدم المركز في مفهوم أو في مجال التوعية توعية من سرطان الثدي وعنق الرحم المركز بيقدم جلسات توعية داخل وخارج المركز بيقوم بيها طاقم الطبي الموجود في المركز بتقوم بتقديم المعلومات الكافية بالنسبة للسيدات عن مخاطر عن التغييرات التي تحصل دائماً في الفترة الأولى حتى نقوم بتقديم المعلومات للسيدات وبالإضافة لكده يتم تدريب جزء من السيدات عن طريق الكشف بالمنزل كيف إن السيدة تقدر تعمل الكشف عشان تقدر يعني من البداية تتعرف على أي تغييرات حصلت كشف الذاتي أيوه الكشف الذاتي سبب ما يختص بسرطان الثدي وهي تحاول في حدوث يعني أي تغييرات هي دائماً تحاول تلجأ للمركز أو أقرب مستشفى مستشفى أو أي مكان يعني أنها تتأكد أن الحاجة الحاصلة أو التغييرات اللي هي لاحظت لها تكون حاجة حميدة ما فيها أي حاجة أو إذا كان هناك أي تغييرات لا قدر الله إنها غير حميدة تقدر تتعرف على العلاج وتقدر تواصل باقي حياتها فيما يختص به سرطان عمق الرحم عندها الخدمة بتاعة الكشفة اللي هو الـ VIA هي كشف لا يأخذ أي زمن حاجة كلها أقلة من خمسة لقائق سريعة جداً جداً غير مؤلم حتى غير مكلف يعني هو مجاناً فهو كشف بيوضح لك إذا كان هناك أي تغييرات تحصل في عنق الرحم إذا كان في أي تغييرات من بدري ومؤشر إذا كان في أي تغييرات سرطانية أو سرطانية إذا كان في أي حاجة يقوب وليك بحاجة ما تتعرف بدري بيتم يعني نصنطة جداً جداً أقلة من سيدر عائل أيوة إذا بيقى في أي تغييرات طبعاً أنت بيتم تحويل مراكز أكثر تخصصية في هذا الموضوع حتى تتلقى العلاج السيدة طيب دكتور عمرو محمد جلال سريعاً كده في دقيقة نصائح للسيدات الحوامل وللسيدات عموماً طيب أنا بحب أقول لسيدات الحوامل يعني الوحدة إحنا عندنا نهية أشكالية في أنه في جزء منهم يعني ما عارفين الأهمية بتاعت المتابعة خلال الفترة بتاعت الحمل أثناء فترة الحمل نعم فهي حاجة مهمة جداً جداً بيتقيك من كمية من المشاكل كمية من المضاعفات كمية من المشاكل اللي هي ممكن تحصل في الولادة وزي ما قلنا الولادة تحصل فيها حاجات وممكن مضاعفات قد تؤدي يعني أحياناً إلى الوفاة فبتقلم المشاكل دي بتقلم المخاطر دي حاجة تانية التغذية السليمة متابعة الجيدة التطعيم برضو حاجة مهمة جداً 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 بعد ذلك ممكن أن الكشف المبكر إن شاء الله في كل الأمور نقدر نقول إنه للسيدات تحديداً المراجعة مراجعة الطبيب قبل وأثناء وبعد الحمل عملية مهمة جداً جداً وإذا كان السيدة غير متزوجة وغير حامل شعرت بأي عراض جانبية أخرى سواء كان على النطاق الثدي أو في أي مكان عليها مراجعة الطبيب مباشرة لأنه دائماً التوعية المبكرة غد تنغذ حياة الملعين نشك لك جداً دكتور عمرو محمد جلال المدير الطبي للمركز المتكامل شكراً جميلة شكراً جزيلاً ومتلكم العافية وإن شاء الله ربنا سنة الجديدة البادي إن شاء الله يكون عام جميل على أخوان الشعب السوداني عموماً وشكراً مرتين لقناة شروك شكراً شكراً للمساعدة شكراً لكم